يتواصل إضرب أعوان البريد بولاية قفصة لليوم الثالث على التوالي البريديون متمسكون بعممية القطع هو شعار النقابة الأساسية للبريد بقفصة قبل أخذ القرار نبهنا وأصدرنا وجهنا برقيات لكل من السادة رئيس الدولة السيد الوزير رئيس الحكومة وزير شؤون الاجتماعية السيد الرئيس المدير العام نفس الاتجاه نفس المنهج نفس القرارات هناك مماطلة هناك معناها تلك هناك عدم الشعور بالمسؤولية معناها ليست هناك جدية في تعاطي مع ملف البريد حول المطالب المشروعة يؤكد البريديون في ولاية قفصة حرصهم على مصلحة المواطن والنظال من أجل تحسين الخدمات البريدية مطالب مشروعة مية في المية لأنه هي تخدم مصلحة البريديين وتخدم أيضا مصلحة المواطن لأن المواطن اللي كان باش ينتظر خمسة دقائق توا في الوقت الحاضر ولا ينتظر قرابة الساعة والاكتظار الموجود في مكاتب البريد السباب هو نقص الأعوان لأنه توا اللي كان يخدم في خدمة متاع عون واحد توا الزملائنا يخدموا في خدمة متاع أربع عوان نحن البريديون سنواصل النظال من أجل مطالبنا المشروعة ومستعدون لفتح باب الحوار مع الصولة المعنية نحن مناضلين ومهمناش في اليومين العمل ومستعدين باش نمشوا إلى الأمام لكن اللي ندرأنا نسأل سيد الوزير هل هو مستعد للحوار حقيقة وإلا ما يعنيش كان مسألة شخصية وإلا يساو فينا إذا كان البريديين يعني ياخذوا حقوقهم أنا نمشي على روحي يا سيد الوزير أرى حتى واحد ما ترجعك باش تبقى في البلاسة متاعك وتونس راهي ولادة وثم المئات القادرين باش يتحملوا مسؤولية وباش يخدموا القطاع البريد ويخدموه بطريقة وطنية لأنه حاليا اللي قاعدين نشوف فيه هو شي مزري لأنه كما تحدثنا بالإضافة إلى مطالبنا كبريديين احنا نتكلم عن المصحة العامة يعد قطاع البريد من أهم القطاعات الحيوية في تونس ويساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد قطاع عرف تجاذبات سياسية دون مراعاة المصلحة العامة ليبقى المواطن البسيط بين مترقة مطالب البريديين الملحة وسندان مصالحه المعطلة لأجل غير مسمى أنا عندي سؤال نحن بنسأل من يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم ألا يسأل من المفروض أن يكون مفاوضات نازيهة ومسؤولة فيها تنازلات مشيرات الكل ترضي طرفين منزجوش قطاعك بريد